المشروع عبارة عن تصميم وتنفيذ الصرف الصحي لوحلات الإسكان الاجتماعي بمنطقة سندوب التكلفة الإجمالية حوالي 30 مليون جنيه مصري مقونات المشروع عبارة عن بيارة الرفع بكتر داخلي 400 ملي وخارجي 480 ملي الوحدات الملحقة بالبيارة عبارة عن خط مواسير HDPE كترة 355 ملي بإجمالي 8.5 كيلو طولي مشروع بيقدم أهالينا من سكان منطقة الإسكان الاجتماعي بسندوب مشروع مقونات المحطة رفع بقدرة 5000 متر ومكعب في اليوم خطة طرد بطول 8.5 كيلو يسب على محطة معالجة صرف الصحي محطة معالجة مياه صرف الصحي تلبانا تم استخدام الأيد العاملة من أهالي المنطقة في أعمال التنفيذ